ليه بنات كتير ما بتعرفش تنسى وتتجاوز الولد اللي ظلمها رغم كل اللي عملوا فيها وفي الوقت اللي هو بقى ايه قعد بيعيش حياته من بعدها ومع صحابه ومش فارق معاه وكمان ممكن انه يرتبط في وقت قصير عادي جدا ولا كأنه حصل حاجة يعني مش فارق معاه كل حاجة ليه بقى احنا ممكن نقعد بشهور شفتها سنين مش عارفين ننزل وده اهم سؤال انا خرجت به من قصة نهال محتاجين نفكر في اجابته لانه عايز اقولكها لحاجة بشوف امها التعبانة وابهات بتزعل على عيالها وفي الاخر كله بسبب يعني انا ذكرت كلمة ولد مرضيتش اقول راجل عشان اللي بيحصل ده ما يرديش ربان تعالوا نرجع تاني لدكتور غدا معطوي عشان نشوف هنعمل ايه ايه اللي بحبه وبكرهه دي يعني ايه غدا الكلام ده غدا انا بحب فيه اهتمامه بيا المكالمة اللي كان بيدها لها ما دي اي حد ممكن يسدها يعني هي ملتزمة لا انا قصدي اللي متقدم لها ملتزمة لا كلمي لها ان انا 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 اضربهم كلهم انا بقى مش مع التربية الايجابية في الحاجات دي طلعي اله واتدي على طولها اللي بقول لا انا قصدي دلوقتي ما هو ممكن حد يجي مكانه يبقى خطيب وعلاقة قدام الناس كلها وتبقى حاجة فاما اللي هو خلاص داخلين على جد احنا نهزر فممكن احنا بقى نسده بحد تاني ممكن حد تاني يجي احسن منه ممكن نصيب يبقى احسن منه اه طبعا اه طبعا طب هي اللي مش عارفة توافق على ولا حاجة هي عندها مشكلة سالي هي قالتها ان هي ما عندهاش علاقات كتير طب يعني ايه بتكرهه برضو بتكرهه لان هو بعد عنها ما بقاش بيدلها احتياجاتها هي معتمدة عليه بان هو يدلها احتياجاتها في حين ان هو مش الصح ان انا اخد احتياجاتي من الاخرين لا اخد احتياجاتي من نفسي بنسبة تسعين في المية واحتياجاتي من الاخر ده بنسبة عشر في المية يعني ده اللي احنا بنقوله انه ما بنتجوزش حد عشان يخرجنا ويفسحنا ويكمل يعني هو بيكملني لكن مش بيخليني كاملة بس في حاجة ما انا هاسألك في المنصر كده انا بدخل كاملة اه طبعا انا كاملة وعارفة انا عايزة ايه وعشان كده دايما حتى بنقول انه والله 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 ما تتجوزي شهر بعدها ما تشتغلي وبقليك كيان عايزة عالي في البيت وعودي بعدها عارفة يعني ايه كاملة يا سيدي لكن ما تجيش زال اراضة ليه حرام عارفة يعني ايه كاملة يعني انا عندي كل مجالات حياتي انا ملياها صحيح بس لما انا بارتبط بشخص تاني فهو قراريدي بنملاهم بشكل مختلف لا بيكلنا وقت توجادر يعني اللي هي وقت الوحدي هو اللي هي وقت الوحدي طول ما نقعدها هو نزل مع صحابه انا زهقان انا زهقان تعال خرجني انا زهقان انت ترجع من الشغل امت انا زهقان هيزهق يا مام انت نفسك لو هو وحد عملك كده هتزهقي